والفكرة كمان انه قيل في هذه الفترة انه تلقى عروض فعلية من الدوري الايطالي كمان لانه كان بيجيدي الايطالية بالمناسبة وكان متواجد وعارض عليه انه هو كابتن صالح كان يكلم طبعا انجليزي وايطالي وفرنساوي اعتقد كمان وكمان لو الماني لانه على فكرة بالمناسبة هو يعني فضلت علاقاته ممتدة حتى بعد الاعتزال وبعد تولير رئاسة النادي الاهلي في واقعة شهيرة لما جاي كابتن عبدالسطار صبر يحترف وكان مفروض هيلعب لنادي الاهلي فطلع عن طريق العلاقة الصداقة القوية بين كابتن صالح وقتها ورئيس نادي تيرول النساوي وقتها بالضبط وقدر انه هو يوفر له انه يلعب في اوروبا وبعدها حتى كابتن عبدالسطار لما اتصل بكابتن صالح وقال له انا حابب اكمل وهم عارضين علي قال له انت شايف كده يبقى تكمل وحق النادي الاهلي هياخده لانك ماضي عقود للنادي الاهلي وسابه يكمل وهي دي عظمت بقى النادي الاهلي في موقف الموقف الاداري اللي هو مش هيقول له لأ انت ماضي معي عقد لأ وكابتن عبدالسطار الحقيقة حكيها لي في فترة كنت بقرخ في فترة احترافه برضو ضمن الرحلة ارختها للمحترفين حكيها لي الموقف ده قال لي اكتر شخصية شفتها يتصنف سوبر جنتلمان في تعاملاته قال لي انا بقول له انا عايز اكمل في النمسا قال لي لو ده قرارك خلاص تجيب رئيس النادي وتجيلي تاني يوم لكن كابتن صالح صمم من حق النادي الاهلي ياخده وصمم من تيرول يدفع فلوس لنادي الاهلي مقابل عقود عبدالسطار صبري وبعد كده تمناله التوفيق بل بالعكس هو كمان حفظ له حقه مع نادي تيرول وقتها قال لي رئيس نادي تيرول اعتبر ان عبدالسطار ده ابني هنا لابد ان انتوا تقدروا مادية كويس ويعني عبدالسطار صبري لما بيحكي الحكاية دي هو بيحكيها بفخر ومقصود جدا موقف يعني موقف جميل وما اعتقدش انه يتكرر دلوقتي يعني في الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي يا عمر رفع عرضك ما تفتح موضوع صعب موضوع لا طبعا مفتقدين السلوك دوت مفتقدين الاخلاقيات ديت ومفتقدين الاحترام دوت يا عمر بصراحة في الاجواء يعني ده ده شيء زي ما انت بتقوله كده والناس لما بتسمع الناس بتحسوا طبيعي جدا بتحصل مقارنة طب ايه اللي حصل يعني احنا كنا فين وبقينا فين دي عملية صعبة جدا هنتكلم فيها طبعا معاك وبرك